إلى أخبار وزارة الزراعة أعلنت الوزارة أن حجم الصدرات الزراعية المصرية ارتفع لأكتر من 5 مليون طن وده وفقاً لتقرير إدارة الحجر الزراعي عن الصدرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2019 حد 27 نوفمبر الزراعة أكدت أن الصدرات بلغت 5.1.630 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرت 220.178 طن عن نفس المدة من السنة اللي فاتت إيه هي أهم الصدرات الزراعية؟ يعني إيه أهمية اللي احنا بنقوله ده؟ طبعاً صدراتنا الزراعية ده معناه أنه احنا دلوقتي على خريطة الصدرات العالمية موجودين بنسبة كبيرة بنسبة متضعفة بالنسبة للموالح والبطاطس والعنب والرمان والتوم والمانجا والفراولة والجوافة والفاصولية والخيار والفلفل والبتنجين عندنا أكتر من سلعة النهاردة زراعية بيتم تصدرها للخارج مشروعات الاستصلاح الزراعي هنا لها دور بالتأكيد وهي أحد هذه الأسباب اللي بتدفع به تقدم الصدرات الزراعية الصوب الزراعية زيادة المحاصيل اللي احنا متابعينها دلوقتي وشايفينها بهذا القدر لي عدد كبير جداً من المحاصيل المتنوعة نتيجة ما تم تقديمه في هذا المجال المعاناة أو التحديات أو المشاكل اللي كانت بتقابل المزارع بتقابل الناس علشان تعرف يعني تقدم يعني ما حاصيل بشكل جيد قبل بنتكلم عن الكم بنتكلم كمان عن الكيف بتقدمها بشكل جيد تقدمها بشكل صحي كانت محتاجة أنه يبقى لها يعني صوت مسموع بمعنى أنه لو قابلها أي معاقبة أو مشكلة تلاقي الحل النهاردة هي بتقدم المنتج بالطريقة دي وبالكميات دي نتيجة وجود الصوب الزراعية نتيجة وجود هذا الاهتمام اللي قدم لهذا القطاع أكيد معاون وزير الزراعة دكتور محمد القرش عنده معلومات أكتر مرحب بحضرتك يا دكتور محمد دكتور محمد أنا سامع حضرتك يريد حضرتك تبقى سامعني دكتور محمد يعني النهاردة احنا بنتكلم عن تقرير إدارة الحجر الزراعي اللي بتتكلم عن صدرات زراعية بنسبة كبيرة ممكن تقولي يعني أسباب هذا التطور وهذه النسبة المتزايدة طبعا الحقيقة احنا بعد تولي مع الوزير السبراس المتزايدة الحقيقة اللي بصورة كنا حرصين على كان جود كلها كانت تصبح ان احنا عايزين نعظم من العائدات والعائد من الانتاج الزراعي الحياة كانت من اهم العوائق اللي بتأثر على عملية الانتاج الزراعي كانت حاجتين بعض الحاجات انها كانت في المتبقيات للموبيدات ودي كانت لها جزء كبير الجزء التاني ان بعض المزارعين ما كانوا يطبقوا المعاملات المثلة للمنظومة الزراعية الحقيقة كان فيه تأكيد على التجديد على الرقابة في مسألة الموبيدات الحقيقة فيه عندنا لجنة الموبيدات وتقوم بدور كبير كبيرا فيه عملية التفتيش على الرقابة ومراقبة الموبيدات كمان بقى فيه تطبيق او فيه شغل كبير بيتعمل على تدريب الموبيدات على استعمال المبيدات وأهميتها وخطرتها ومش بس اكتفينا بداها احنا عملنا حاجة اسمها مطبقي مبيدات بمعنى أنه في واحد متخصص في أنه هو يرش واستعمل المبيد مش لازم يكون مزارع ممكن يكون عامل زراعي ممكن يكون مهند الزراعي ممكن يكون مزارع ممكن يكون شخص مسؤول فقط على عملية التعامل مع المبيد ده لأهميته وخطرته وده لأنه هو كمان بيأثر على سمعة الحقيقة لصبرات الزراعية المصرية لو كان فيه أي حاجة مش مزبوطة في المطبقيات الزراعية ده بالنسبة للحصادرات وبالنسبة للموجود في سؤول محادي طيب بالغاية بالكلام ده ازاي في عندنا معنى تم تطويره الحقيقة بأحدث الأجهزة علشان فحف المطبقيات من المبيدات علشان اتأكد من سلامتها وكمان فيه تطبيق لمنصومة التكويت بمعنى أنه فيه تتبع كامل لكل منتج بيطلع من الأرض الزراعية وبنبقى عارفين من الخلاح اللي زاره ومين اللي جمعه ومين اللي حطه ثاني مغزن ومين اللي تعامل عليه في عملية الفرز والتجميع ومين اللي عمل عليه بالتعباء والتغليف ومين اللي كان صدرته كل التفاصيل بالكامل أصبحت عندنا أصبح فيه ثقة في المنطق المصري هذا ساهم في أن يقلع علينا الصحصات الأضافية أولا نتلعق كل الحصرات اللي كانت مفروضة علينا من بعض الدور في عام 2017 تاني حاجة بدأ يحصل كمان تقليل الصحصات اللي كانت تفرض علينا زي ملتحات الأوروبي الحقيقة قال لي الحجم الصحصات الأضافية اللي كانت مفروضة على الجوافة المصرية كل ده دانا فرصة أن احنا نزود من حجم صدرتنا كان السنوة 18 الحقيقة كان بمثل تفرق ديها في استطرات الزراعية المصرية حتى الآن احنا متفوقين على العام الماضي يعني العام الماضي كانت تفرق لكن حتى الآن احنا الحقيقة في زيادة في حجم صدرتنا الزراعية بشكل كبير من أكتر دول بتاخد صدرتنا المصرية؟ لا احنا كل دول العالم دلوقتي بقتتعمل معنا في صدرت اللي يعني بتاخد مننا ومنتجاتنا الزراعية بشكل كبير يعني دول التحاد الأوروبية الكامل الدول العربية الحقيقة كمان ده ده نفتح أسواق في الصين في مناطق في أسيا الحقيقة بتبقى فيه شغل مناطق جدا بتاخد مننا على مستوى العالم بالكامل الحقيقة مناطقات الزراعية المصرية بقت بتاخذ الأسواق العالمية موالح المصرية بالوقتي بقت بتحتل مرسلة متقدمة جدا على مستوى العالم في جودتها وكفائتها وبقى الحمد لله هي رقم واحد يعني هي رقم واحد الزراعية المصرية اللي بتطلع من الحاصلات الزراعية كمان البطاطس الحقيقة برضو بتخش كبير فيه عملية الزراعية المصرية احنا عندنا كده اكتفاء يعني ذاتي بالنسبة لمحاصيل معينة احنا الحقيقة عندنا اكتفاء ذاتي اكتفاء محلي يعني بالضغط احنا عندنا اكتفاء ذاتي المحاصيل كترة جدا احنا كل موضوع محاصيل الخضر والفاكرة وكل الكلام ده احنا عندنا فيه اكتفاء ذاتي اه وكمان احنا بدأنا نستغل على فكرة انتاج التقاوي المحلي حيث برنامج وطني بتقوم بالوزارة بالتنسيق مع كل الجهات المعنائية علشان خاطر يبقى عندنا انتاج اصول وراسية وانتاج تقاوي مصرية اه ده هيبقى لوضور كبير جدا فيه تأليم خطورة سكرات التقاوي اه واحنا عندنا الحقيقة المحاصيل الحقلية اللي هزا القمح والقرز والدرة مثلا كل هديه المحاصيل الحقلية احنا عندنا كتفاء ذات فيه التقاوي بتاعتها اه التقاوي انتاج التقاوي ما حصل خضر كنا بنستور التقاوي لكن كنا عندنا كتفاء ذاتي من الحاصلة النهائية اللي بتطلع احنا بدأنا نشتغل على انتاج التقاوي ان شاء الله يبقى فيه مرضوك كبير جدا خلال الفترة القليلة القادمة ان شاء الله يبقى فيه اه فيه مزيد من التحسن فيه توفيع التقاوي كمان كل التوفيق يعني لكم وان شاء الله يبقى دايما فيه صادرات وفيه اكتفاء محلي وفيه فائد كمان شكرا لحضرتك دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة شكرا جزيلا